محادثات في الإمارات بين كبار مساعد الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لوضع لمسات الأخير على اتفاق السلام الذي يؤسس لعلاقات مفتوحة بين أبوظبي وتل أبيب فور وصوله إلى مطار أبوظبي أكد جيريد كوشنر رئيس الوفد الأمريكي الإسرائيلي أهمية السلام لشعوب الشرق الأوسط داعيا إلى توسيع مسار السلام في المنطقة والعالم أؤمن أن هذا الاتفاق سيغير مسار الشرق الأوسط علينا أن نؤمن أن شعوب المنطقة تريد هذا الأمر إن كان لدينا الرؤية وشجاعة يمكننا إزالة الحواجز الرسالة التي نحملها للفلسطينيين هي الأمل فنحن نضع أمامهم هذه الأمال على الطاولة من أجل تقرير مصيرهم وتحسين اقتصادهم من جانبه اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت إبراين أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار جديد للسلام وأشار أبراين إلى أنه تم التوصل للاتفاق بفضل شجاعة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحن ممتنون لدولة الإمارات والحكومة الشيخ محمد بن زايد على رؤيته التي جعلت من هذا الأمر ممكنا هذه خطوة مهمة نحو السلام في المنطقة وعلى الدولتين وجميع الدول أن تضع الصراعات جانبا وأن ينظروا إلى المستقبل وتعد رحلة طائرات العالي الإسرائيلية التي حملت الوفد الأمريكي الإسرائيلي هي أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات ووصفت بأنها ترجمة أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في الثالث عشر من شهر أغسطس برعاية أمريكية اشتركوا في القناة